أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ومضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنصل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكلمان خلق الإنسان من صلصال كالفخصات وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكلمان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكلمان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكلمان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلمان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكلمان كل من عليها فان ويبقى رجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكلمان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكلمان سلفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكلمان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكلمان يرسل عليكما شباز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلمان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلمان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنراصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلمان هذه جهنب التي يكلم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكلمان ولمن صاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكلمان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكلمان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكلمان فبأي آلاء ربكما تكلمان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلمان هل جزاء الإحسار إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكلمان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكلمان مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيهما عينان نطاختان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكلمان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكلمان عور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكلمان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلمان مدهان فبأي آلاء ربكما تكلمان فبأي آلاء ربكما تكلمان فبأي آلاء ربكما موسيقى موسيقى